واحد تحية للأبطال تحية للمحامين الأبطال في قضية تيران النهاردة كسب المحامين الأبطال معركة قضية تيران في حكم نهائي فتحية لهيئة الدفاع ولكل الجهد اللي بزلوه علشان يؤكدوا ما هو معروف مصرية تيران وسنافير المحامين الأبطال في قضية تيران وسنافير قدموا وسائق مهمة جدا على مدى الوقت اللي فات قدموا وسائق من هيئة المساحة المصرية سنة 1912 بعد ست سنين من اتفاقية 1906 بتؤكد مصرية تيران وسنافير المحامين أيضا قدموا وسيقة من الأرشيف البريطاني بتؤكد تماما على مصرية تيران وسنافير لأنه كان فيه درجة من التنازع بيننا وبين الامبراطورية العثمانية وانتصرت مصر أن الامبراطورية العثمانية لا شيء لها في تيران وسنافير وأن تيران وسنافير مصرية وده ما يوجد في الأرشيف البريطاني نمرة ثلاثة وثيقة لضابط بريطاني سنة 26 بتؤكد أن تيران وسنافير مصرية بل بيحكي فيها هذا الضابط في رسالة بعدها لمسؤول كبير في جزر الهند الشرقية عن الصيادين المصريين اللي موجودين في الجزر المصرية تيران وسنافير هيئة الدفاع لاجأت من اللحظة الأولى للقضاء واتصرفت بطريقة متحضرة وعلمية ووطنية لأبعد الحدود ولم تخرج عن السياق القانوني في إدارة القضية هما أداروا معركة قانونية وكسبوا النهاردة المعركة القانونية بأن تيران وسنافير مصرية فتحية للمحامين الأبطال في قضية تيران